هنروح بعد كده بقى هنسيب النادي الاهلي ونروح لبيان النهاردة ظهر من اتحاد الكورة اللجنة السلسية النهاردة اتحاد الكورة واللجنة السلسية طلعت كشف حساب عن سنة سابقة من 18 ديسمبر 2020 للنهاردة او اخر يوم النهاردة كشف الحساب او الكشف اللي هم شافوا فيه انجازات ونجاحات كبيرة ابرز الحاجات اللي انا عايز اعلق عليها اول حاجة من ضمن الحاجات اللي لفتت نظري في البيان الكبير جدا النهاردة ده بيقولوا على المنتخب الولمبي اللي كان بقية الكبيرة انشاوي غريب تمكن من تخطي مجموعاته الصعبة في النهايات الولمبية التي تكونت من منتخب اسبانيا والارجنتين واستراليا وتأهل للدور ربع النهائي حيث خسر بهدف امام منتخب البرازيل الحامل اللقب الذي فزى لاحقا بالبطولة تخيالوا ده من ضمن الانجازات النهاردة اللي بتعددها اللجنة الاحدية او اللجنة السلسية ده من ضمن الانجازات ان احنا النهاردة لعبنا الولمبياد لعبنا ثلاث مباريات صعدنا للدور بعد كده خرجنا من البرازيل حامل اللقب وكاتبنا كده طب النهاردة ما ترجع كده بالتاريخ وشوف منتخب زي منتخب نيجيريا منتخب افريقي خد اولمبياد اتالانتا سنة ستة وتسعين ارجع لمنتخب الكاميرون اللي فاز باولمبياد سيدني سنة الفين هو احنا النهاردة اقل من ناجيرة ومن الكاميرون ده منتخب مصر ده دي تاريخ كبير جدا دخل الكارة هو احنا بنفتخر ان احنا خرجنا قدام البرازيل طب ما احنا كسبنا البرازيل في سنة الكارة هنا على ملعبنا ليه ما نكسبهاش في الولمبياد واحنا النهاردة عندنا الادوات وعندنا اللعيبة وعندنا جيل محترم ممكن كنا نوصل به لابعد نقطة في الولمبياد هل النهاردة ده من ضمن الانجازات ان احنا خرجنا من الولمبياد امام البرازيل وبنحطه في كشف الحساب وفي انجاز سنة عملته اللجنة السلسية الحاجة التانية برضو تغيير الادارة الفنية للاتحاد واختيار فينجادة مديرا فنية للاتحاد قلولي حاجة وحيدة عملها فينجادة في الكرة المصرية غيرت الكرة المصرية اضافت لمسابقات الناشئين والشباب في مصر حاجة واحدة فينجادة جاي مكان الدكتور محمود سعد اللي كان مدير فني للاتحاد اللي كان مسؤول عن المنتخبات مسابقات الناشئين قلولي حاجة واحدة اضافة فينجادة غير انه جاب كروش طبعا اللي سنتكلم عنه بعد شوية ايه انجازات في انجادة في كرة المصرية النهاردة النادي الاهلي عنده مقدرة انه يجيب مدير فني اجنابي للكطاعة طب في انجادة النهاردة فين برامجه لكل الانديا في مصر وكل مراكز الشباب قسم اول وقسم تاني وقسم تالت فين شغل في انجادة بدل حطيني النهاردة انه عندنا مدير فني اجنابي ده من ضمن الانجازات اللي بنقول احنا عملناها في خلال سنة اللاجنة السلسية هي اللي بتقول طبعا الحاجة اللي بعد كده من ضمن الكشف الحسابة والانجازات اللي عددوها النهاردة اللاجنة السلسية كلموا طبعا عن بطولة العرب احتل المركز الرابع منتخبنا في كأس العرب بدون لعبيه المحترفين في الخارج بعد الخسارة بضربات الجزاء مكتسبا وجوها جديدة حلوة اول برضو كأن منتخب مصر المركز الرابع ده يعني بقى ملالينا الناس نسيت ما كانت منتخب مصر يا جماعة وبنقول النهاردة ان احنا كنا بنلعب البطولة بدون اللاعبين المحترفين لا هنا لازم يبقى فيه سطوب لما تقول لعبين محترفين طب احنا اللاعبة اللي كانت موجودة دي ما احنا كنا بنلعب بثمانين في المية من القوام الرئيس المنتخب مصر من المحترفين ما هم خمسة اللي موجودين احمد حجازي خلاص كان موجود معاك محمد صلاح تريزيجيه كان بعيد جدا وما كانش جاهز مصطفى محمد مرموش انني من الاربعة دول او الخمسة هيلعب ثلاثة اذا النهاردة عندك ثمانين او تسعيب في المية من القوام يبقى اذا النهاردة ما كانتش حجة النهاردة ما كانتش حجة ان احنا نقول رايحين عشان تمثيل مشرف او اكتساب وجوه جديدة دي ما لهاش كروش كروش طمع في المباراة وكان عايز ينافس علشان كده ده من ضمن الحاجات او الانجازات اللي بتحطاها النهاردة اللجنة السلسية من خلال سنة نحنا خدنا المركز الرابع في بطولة كأس العرب الحاجة اللي بعد كده كمان من ضمن خالباكوا الانجازات كتيرة بس انا بلخص بعض النقط يعني كما قام الاتحاد المصري بتنظيم اول نسخة لبطولة افريقيا للاندية ابطال الدوري للسيدات حد يسمع حاجة عن البطولة دي لو حد يسمع يكلمنا ويبعث لنا الحاجة اللي بعد كده برضو انا بقف على بعض النقاط في هذا الصدد قامت اللجنة بتشكيل اول ربطة للاندية للقسم الاول ومنها صلاحيات تنظيم وسبق الدور الممتاز بالمناسبة الرابطة اللي تكونت دي وشغالة ما كانتش على هوى اللجنة السلسية او ما كانتش على هوى الاستاذ احمد ميجاهد بالمناسبة كان فيه دايما خلاف ما بينهم يعني الرابطة اللي تكونت وعمل شكل حلو في كرة المصرية وافكار جيدة ما كانتش اصلا على هوى اللجنة السلسية من ضمن برضو تكملة البند بيقول اضافة بنود حماية القاصرين ارجعوا لي بس بقى لو سمحتوا اضافة بنود حماية القاصرين ده البند اللي احنا قعدنا النادي به هنا لازم يتشال حتة الخمسين كيلو لعيب النهاردة بيلع في محافظة الشرقية او محافظة الاهلية او الغربية وعنده النهاردة فيه نادي عايز ياخده اهلي او زمالك او اسماعيلي ويبعد عن بلده او بيته خمسين كيلو لا يحق له الانضمام ده كان البند ولد صغير بيحلم عنده امل عنده حلم ان يكون في يوم الايام زي محمد صلاح وهو محمد صلاح ده مش كان بيبعد خمسين كيلو عن الموين العرب ولا مية وخمسين كيلو مش هو ده الفكرة انتوا كنتوا حطينه اضافة بنود حماية القاصرين بالمناسبة عشان اطمنكم اولاية الامور لولده ملتحكوا باندية بقوا بيلفوا على البند ده كل واحد بيعمل محل اقامة في النادي اللي هو انضم ليه وبينضم للنادي فانت بيتخلي الناس تلجأ لتحايل على البنود اللي انت بتعمله اللي هي اساسا غلط وهي اساسا مش بصالح الكرة المصرية البند اللي جاي بمناسبة التحكيم كما قدمت اللجنة السلسية كل الدعم للحكام المصريين باعادة ادارة مباراة الكمة بين نادي الاهل والزمالك اليهم بعد سنوات من الاستعانة بحكام اجاني ده ممكن يتحط تحت انجاز الاحتواء تحت انجاز الاحتواء ده اللي انا ممكن اقدر احط البند ده بتاع التحكيم تحت انجاز الاحتواء عندنا بقى بند مهم جدا بقى بند المقاوية بند المقاوية واحنا النهاردة بنتكلم عن 100 سنة اتحاد كرة مصر ولما بنقول اتحاد كرة مصر يعني 100 سنة يعني انجازات يعني تاريخ يعني اسماء كبيرة جات في تاريخ الكرة القدم المصرية نظم الاتحاد احتفالية بمرور 100 عام على انشاءه بحضور رئيس الاتحاد الدولي انفانتينو رئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحادات الوطنية تم على هامشة افتتاح المنشاعة الجديدة للاتحاد بالمناسبة الاحتفالية اللي اتعاملت ما اتعاملتش عشان ما وقت الاتحاد عشان ما اتحكش على الناس دي اتعاملت النهاردة مشروع الهدف اللي مقام هنا في 6 اكتوبر خدتوا دعم من الاتحاد الدولي من الفيفا علشان مشروع الهدف مشروع الهدف ده تعامل جل اتحاد الدولي عشان يفتتح المشروع اللي هو دفع فيه فلوس مش علشان هامش المقوية زي ما حدثكم بتقولوا لا اتحاد الكرة المصري 100 سنة تخاني النهاردة وانت ماشي قدام الاتحاد مفيش حتى يفطى مكتوب عليها 100 سنة اتحاد كورة 100 سنة اتحاد كورة مفروض النهاردة تعملوا حتى في الرياضة المصرية شهر عن مقوية الاتحاد حدث تاريخي لما بتتكلم عن الاتحاد المصري يعني بتتكلم عن 100 سنة انجازات 100 سنة اسماء كبيرة جدا في قرية افريقيا رموز في الكرة المصرية فين النهاردة حاجة تانية فين تكريم الرموز المصرية في الكرة المصرية وانحنا بنتكلم على هامش احتفالية 100 سنة اتحاد كورة فين تكريم الرموز اللي اثروا حياتهم في الملاعب الكرة المصرية ومع المنتخبات فين الكلام ده الحاجة التانية برضو الاتحاد النهاردة او اللجنة السلسية اصدر بقولك اصدر الاتحاد كتابا تسكاريا بهذه المناسبة تحت عنوان لمحات من 100 عام يعني اصدروا كتاب لمحات من 100 عام والنبي لو حد ارى الكتاب ده او سمع عنه يبيدهولي عشان اقره يقولولنا نزل في انه مجلة ولا انه موقع ولا انه جريدة ولا اي حاجة ولا اي قناة حتى نواهت عن هذا الكتاب هو من واضح انه تم اصداره وفضل في اتحاد الكورة كفاية كتب عندنا ابنود كتير نتكلم فيها في النهاردة صفحات كتيرة اللجنة السلسية بتقولها علشان الانجازات الكبيرة اللي كانت موجودة خلال سنة انا بكتفي بهذا القدر والناس هي اللي بتحكم والناس هي اللي شايفة والناس هي اللي بتشهد والناس هي اللي شايفة الدونة الرايحة على فين